السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الكمبيوتكس سلي 2019 اسوس قدمت شاشتين محمولة اسوس بالأساس هي أول من قدمت هذه الشاشات المحمولة التي تعتمد على الـ USB Type C فاللي صار الآن انه قدمت شاشتين الأولى تعرض باسم Zen Screen Touch وهي شاشة بمقاس 15.6 و هي شاشة IPS وتعتمد على تقنية اللمس و متوافقة مع القلم فبإمكانك استخدامها الآن بإمكانك الاستفادة من خلال هذه الشاشة بوصلها بالهاتف محمول أو بحاسبك أو بجهازك اللوحي مع نكاية مشاكل تخيل انه هذه الشاشة جاية بسماكة 9 مليمتر ووزن كاملة 900 جرام فسماكة ووزن على الشاشة بهذا المقاس اشوفها جدا كويسة نزودها ببطارية بسعة 700 مليمبير فنتوقع انه تعطيك فوق الثلاث ساعات من ناحية الاستخدام و ضبط الإضاءة يعني 50 بي المئة طبعا رح يكون فيه سوفتوير و خاصة لما تستخدمه مع هاتف كل محمول هذا الهدف من استخدام السوفتوير رح يضبط عرض التطبيقات اللي جاية من جوالك المستندات على سبيل مثال بحيث انها تكون مناسبة اكثر مع هذه الشاشة واللي تدعم تقل تلمس الى 10 اصابع فالعملية رح تكون اسهل لما تستخدم هذا السوفتوير مع هذه الشاشة طبعا مثل ما شفنا في هذه الشاشة او في النسخة السابقة رح نشوف ايضا انه في حافظة هذه الحافظة بامكانك تحويلها الى مسند لهذه الشاشة الخارجية وهذه الحافظة رح تكون متواجدة مع الشاشة اللي رح نتكلم عنها بعد شوي او خلينا نتكلم فيها الآن وهي شاشة مخصة للالعاب بنفس مفهوم التصميم الموجود في زين سكرين توتش تعرف باسم الارو جي ستريكس اكس جي 17 لا تنساها لانه هذه الشاشة مجنونة جدا هذه الشاشة يا شباب تعتمد على الالف وثمين بي لكن بمقاس اكبر 17.3 انش مقارنة ب 15.6 انش لكن مو الشي اللي ميزها انه يطار نحين الشاشة نفس الشي نفس الحافظة نفس المايكرو اتش دي ماي واليو سبي تايب سي نفس كل شي الشي اللي ميزها انه هذه الشاشة رح تعطيك 240 هرتز وبنفس حجم البطارية اللي شبناها مع النسخة اللي تكلمنا عنها قبل شوي ستعطيك 240 هرتز وتستخدمه وتعتمد عليها بشكل كامل الى ثلاث ساعات بالاستفادة الكاملة مع 240 هرتز سمعتني صح لكن 240 هرتز على شاشة محمولة خارجية اشبه الشي مجنون جدا جدا مجنون نصطراحة شي كويس جدا كويس توفقه مع البي سي اذا حبيت توفقه مع الحاسبات المحمولة حتى انه قاعد يشتغلون على فكرة هذا بس مجرد تصميم اختباري بعدين ما عنده خناية انه هذه الشاشة ممكن تتركب فوق الشاشة الحاسب بعد ما تكون على الجم فما راح تسويد منها بشكل كثير فرح تكون ممكن تركبها فوق فهذه الفكرة اللي قاعد يشتغلون عليها مو مثل هذا يا شباب هذا مو هو التصميم منها واحد من الافكار اللي قاعد يشتغلون عليها متوافقة مع اللابتوب متوافقة مع الهواتف المحمولة متوافقة مع اجهزة الالعاب المنزلية والمحمولة نيتندو سويش بلاي ستيشن 4 اكس بوكس فزين سكين توتش هذه ستكون توفرة الشهر القادم لا يوجد معلومات عن السعر ولا عن موعد السعر لكل المنتجين الا فقط زين سكين توتش ستكون توفرة الشهر القادم في السوق وشاركو بالفكرة انا الصراحة اعجبني اعجبني مرة شاركونا برايكو في خلال التعليقات اشتركوا في القناة